في بعض الناس في ناس بتخاف بطبعه لو راح لسكة أدوية أو علاجات انا اقول مثلا هندي لك حاجة هتزود معدل الحر بنسبة 10% زيادة او ايا كان بقى الرقم اللي احنا بنتكلم فيه في بعض الناس تقول طب الكلا والكبد ازاي ممكن يكونوا في مأمن وانا بعمل الكلام ده كله او وفقا لخطة العلاج دي ازاي امن اجهزة الجسم وما تتأثرش الموضوع في الجزئية دي انا دايما بقول للناس انا نصحتي الاساسية ان محدش مثلا نشوفنا لو فيه اعلام في التلفزيون عن منتج بيباع كده انا سمعت الفضل اخيدي كتير عن قضية اونلاين وحياة اونلاين وحتى مراكز عيادات انا مش معادات تماما انا لازم الشخص اشوفه بعناه الاثنين واشوف حالته الصحية واشوف حالته النفسية واتكلم معاه وابدأ اقيم من بعدها ابدأ اديله ادوية التنسب معاه ويجيلي كل اسبوع ابدأ بالتالي اشوف هل هو كويس هل حصل مشكلة هل ابدأ هندله المشكلة ولكن فكرة ان احنا النهاردة شخص مثلا يعني حتى حالوك على حاجة حتى لو فيه ده حصل يبقى ضه مع دكتور سيدالي فما سيست حدي متولي القصة اللي عن بعض دي لأ خبص طبعا انما عن بعضه وان انا اشوف منتج التلفزيون ابدأ اتصل به ده حاجة يعني اساسها صحيا وعلميا مش مصبوط فالموضوع لازم بقى عاس علمي مع شخص هو المسؤول الاول عن الجزئية دي وهو اللي بيشخص مصبوط وهو اللي بيقول يعني ايه اللي ينفع وقال لي ما ينفعش فكرة ان انا النهاردة الموضوع بقى عشوائي هو دي دي المشكلة اللي بتحصل وانهاردة انا النهاردة بيجي لي شخص مثلا بيجي لي عيادة بقولو عندك ضغط او عندك سكر او عندك غدة او عندك انيميا ببدأ دي الاساسيسيات بالنسبة لي كميس ما عندوش مشاكل دي طب ابدأ قلوه عندك مشاكل في الكابت او كلا ما عنديش ابدأ من بعدها ابدأ شو المشكلة حد عنده مشكلة بالكابت لأ دا سطوب لازم ابدأ لازم يبقى تحت إشراف طبي عند أي دكتور دا تحبه طب هنا يا دكتور محمد إمتى أروح لجهاز وإمتى أروح لعلاج عشان يساعدني أن أنا أنزل والله هما الاتنين بيمشوا دوي ودوي يعني الأجهزة دي زي ما قلنا لتكسيب الدهون بتحاول الدهون صلبة دهون دايبة عشان خاطر الجسم يبدأ ينزل بانتظام هو اللي بيحصل إيه جماعة مع كل الناس بيعمل ضايت بيبدأ أول أسبوع أو أسبوعين يخيص 3-4 كيلو أو 5 كيلو كحاجة عشان أعيش وتحرك طب هو الدهون دي صلبة الجسم مش عارف يحولها معنى كده معدل حال الجسم شقدر يحبق الدهون دي بدون صلبة دون دايبة فده معنى كلمة الأجهزة أول لحاجات الحديثة اللي بدأوا بدون ده الوي الوي التاني الناس اللي هي بقى بتعمل ضايت وما بتنزلش ليه الشهية بتاعتها مفتوحة جدا 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 نبدأ أن ديها أدوية فيها أعشاب تسد الشهية عشان يبقى تديره عامل مساعد مساعدها رقم اثنين مثلا حد فعلا ما عنده معدل ضعيف ليه بياخد أدوية مثلا اكتئاب أدوية غدة أدوية ضغط أو سكر فبندأ ديها فهو توي هنحن بنحاول نعمل ايه زي منظومة من كل التجاهات حياة سد الشهية مع حياة دهو بالدهون مع نظام الجزائي المتماثل بنحاول نحصل مشكلة من جميع التجاهتها عشان نوصل لأعلى بيك نتيجة ان شاء الله بإذن الله والله يمكن هي المعلومات دايما بتكون الواحد محتاج أن حد يفهمها له زي معاك كده قلتنا دكتور محمد لأن الإنسان بيكون محتار وبيسمع كلام كتير من هنا ومن هنا وبيكون خايف أحيانا وبيكون متردد أحيانا تانية وكاسل في وقت تالت فإن شاء الله رب كده الناس تكون استفادت بالمعلومات اللي احنا قلناها النهاردة